هناك سؤال يقول هل يوجد فرق بين كلام هذا الشيخ الشيعي الاثنى عشري جلال الدين الصغير و احد او احد شيوخ حزب السنة الاموي العباسي الاخ جميل اسلاتني يسأل هذا السؤال طبعا هذا تعليق على خطاب معرف متى يعني القاه الشيخ جلال الدين الصغير يقول فيه بانه يعني هو يستفيد من حديث الامام علي مشهور انه لا بد للناس من امير برا او فاجر ولكنه يقول يعني الحاكم حتى لو ظالم ما يخالف خلي يجي خلي يبقى ويحذر من المستقبل يقول انه الحاكم اللي راح يجي بعدين هل يرجع لكم حقوقكم راح يكون افضل من هذا الموجود وهو طبعا كأنه يتحدث عن المظاهرات الجارية في العراق هذه الايام يقول بانها يعني الفتن يحذر من الفتن الخداعة في الحقيقة يعني يبدو خلفية هذا الحديث هو الدفاع عن النظام القائم اليوم في العراق وفي اعتقاد بعض المشايخ او بعض السياسيين حتى ان هذا النظام شيعي ويجب ان نحافظ عليه ومنقوم بثورة عليها ومنقوم بمظاهرات ومنسة الاشقاطة وايضا يعني وهذا افضل شيء موجود فيقول انه النظام القادم او الحاكم القادم راح يكون افضل لا يشكك بذلك راح يرجع لكم حقوقكم وراح يرجع و عفوا هذه الفتنة الموجودة حاليا هذا المنطق فعلا يعني ذكرنا كما سأل الاخ جميل سلاتني ذكرنا بالمنطق السني القديم تعرفون يعني الحكام دائما سواء كانوا سنة ولا شيء عاعدهم منطق في الحكم الاحزاب اللي يتعارض والثور لها منطق الشعب الى منطق وهذه الاحزاب الثائرة المعارضة عندما تصل الى السلطة سيكون لها منطق اخر دائما نشوفوا الفكر السياسي السني يدعو الى الوحدة الى الهدوء الى عدم التظاهر عدم الاعتراض عدم يعني انتقاد الحاكم وشفتوا هذا الشيخ عبد العزيز الرئيس الشيخ السلفي السعودي وسوف نتحدث عنه بالتفصيل انه الحاكم لو شفتوه يزني بالتلفزيون امام الناس او يشرب الخمر لا تعترضوا عليه انما انت قولوا الخمر حرام قولوا الزنا حرام لا تجيبون اسمه لا تحرضون الناس عليه هذا منطق الحكم طبعا هناك درجات فيه في ناس يعني يبالغون جدا وفي ناس لا يقول لك مثلا يعني بامكانك ايضا تعترض ولكن بشكل خفيف وكذا فالان في الحقيقة يبدو ان بعض شيعة العراق وبعض الناس اللي يعتقدون ان هم شيعة ويعتقدون هم هذا النظام يمثلهم يقولون بانه يعني خل ندافع عنه خل ندافع عن هذا النظام ونثبت الناس ونقولهم هاي فتنة وهذا طبعا مصطلح الفتنة موجود بالفكرة السياسة السني دائما كل ثورة هي فتنة واحسن شيء ما نقوم بأي ثورة ولا حركة ولا تغيير ونبقى ساكتين وخانعين ونقبل بما هو موجود هذا مشكلة يعني انه فعلا انه انسان يتكمس دور خصمة او عدوة اللي هو ثار عليه واذا بنفس المنطق يقتل يذباح يعذب يضطهد يظلم ويقول لك انا بعدني مثلا احمل الاسم القديم لانه كنت ثائر وطالب العدل وطالب الاصلاح في الحقيقة انا ادعو الشيخ الجلالدين الصغير وكل من يدافع عن هذا النظام ان لا يكتفي بذلك ان لا يكتفي بالحديث هذا انما يبحث عن جذور الفساد وجذور الظلم الموجود في النظام في سرقات في نهي بصورة عامة انها بيتعلق بالوزراء فقط او المدراء انما في الحقيقة يعني الى درجات دنيا من الناس في حالة من الفوضى والنظام ضعيف والحاكم ضعيف والناس امنين من الحساب والاقاب فلذلك يفعلون ما يشاءون النظام ضعيف اذا يحتاج نظام قوي ويجب ان نفكر كيف نأتي بحاكم قوي ولكن حاكم عادل مو حاكم ظالم او ديكتاتور لا انما حاكم ديمقراطي عادل وقوي وهذا ما يكون بظل هذا النظام الموجود حاليا هذا النظام منهار وفاشل حقيقة يجب ان نأتي بنظام رئاسي وننتخب رئيسا قويا ويمكن يكون شوية بديكتاتورية يعني مثلا ما يعجب كثير من الناس انه سوف يستخدم القوة ويضرب يدي من حديد على ايدي السراق واللصوص والفاشلين فيمكن الناس ينزعجون ويقولوا ها والله رجعتنا ديكتاتورية طيب الناس الان دي يتمنون ان يرجع لهم الحكم العسكري يرجع لهم حاكم ديكتاتور يقول لك اريد واحد ظالم حتى يبني البلد ويحاسب الناس فهناك حل وسط احنا نرفض انه الشعب يتهمش مرة اخرى ويكون بعيد عن القرار السياسي لان الحاكم العسكري سوف يقود الشعب مرة اخرى الى حروب والى مهاوي كما قادنا صدام نحتاج حاكم قوي ولكن عبر سناديق الاقتراع عبر الانتخاب المباشر فما يفيدنا نستخدم هذا المنطق السني القديم اللي كنا ننتقده ونقول ذوله وعاضي السلاطين الشيوخ اللي كانوا ياخذوا رواتب من الحكام او يدافعون عنهم لانهم يردون يحافظون عن النظام فيخدرون الشعب انه هاي فتنة وانت قعدوا ولا تتكلموا لكذا والحاكم القادم راح يكون اسوأ من هذا ما انه قال لك سيكون اسوأ يمكن يكون افضل فخلينا نتجنب هذا المنطق منطق شوخ الانظمة وعاضي السلاطين واحنا اذا كنا في اليوم من الايام نعتبر نفسنا شيعة والان اجينا للحكم فيجب ان نعدل ونبحث عن العدل لا ان نبرر الواقع الموجود ونخوف الناس من الثورة او من الحركة او من التغيير او المطالبة بالاصلاح كلامي ليس موجها للشيخ الصغير فقط انما هو اللي شريحة من الناس كان يقولون ان الحاكم الشيعي الاسم الشيعي يعني ولا يكون شيعيا في حقيقته افضل من الحاكم السنين وهذا عقلية موجودة عن بعض المشايخ وعن بعض الناس في العراق مع الاسف الشديد يجب ان نتخلى عنها ونبحث عن العدل في ظل اي نظام كان اسمه شيعي اسمه سني اسمه مسلم اسمه كافر نبحث عن العدل وتعميم العدل لكل الناس هذا هو واجبنا وهذا هو هدفنا